اشتركوا في القناة اولا نأخذ كلمة رأينا ننظر موقع الهمزة وحركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبل الهمزة الآن موقع الهمزة أي في الوسط وحركة الهمزة الفتحة وحركة الحرف الذي قبل الهمزة أيضا الفتحة إذن الحرف الذي قسمت عليه الهمزة هو حرف ماذا؟ حرف الألف في البدء يجب أن نتذكر أن أقوى الحركات هي الكسر ويناسبها الياء وتليها الضمة ويناسبها الواو ثم الفتحة ويناسبها الألف ثاني الهمزة المتوسطة تكتب على ألف في مواقف تكتب على ألف إذا كانت مفتوحة وما قبلها حرف مفتوح أو ساكن إذن تكتب على الألف إذا كانت الهمزة الهمزة نفسها مفتوحة وما قبلها حرف مفتوح أو ساكن اثنين او اذا كانت الهمزة نفسها ساكنة اذا كانت الهمزة ساكنة بعد حرف مفتوح تكتب على الالف اذا كانت الهمزة ساكنة بعد حرف مفتوح تكتب على الالف مثل ما موجود عندنا تذكروا ان الهمزة المتوسطة تكتب على الف الهمزة ماذا المتوسطة الهمزة المتوسطة يفيه متصف الكلمة تكتب على الف او وال أو ياء أو مفردة على السطر عند كتابة الهمزة المتوسطة يجب أن نلاحظ حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبل الهمزة فترسم على حرف يناسب أقوى الحركتين إذن أقوى الحركات مثل ما أسلفنا سابقا أقوى الحركات الكسرة ويناسبها اليا ثم الضم يناسبها الوا ثم الفتحة نقرأ الكلمات الملونة جزئين جزئين وتأخذ ويتألف كلمة جزئين وتأخذ أجد أن الهمزة المتوسطة كتبت على ماذا؟ كتبت على ألف وتنبأ إلى حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها في المثالين ألف في المثالين ألف وابا جزئين حركة الهمزة قبلها السكون والفتح أقوى من السكون أكمل جزئين والتالي الكلمة تأخذ تأخذ حركة الهمزة مثل ما يبين في الكلمة تأخذ السكون وحركة ما قبلها الفتح والحركة الأقوى من السكون والفتح هي الفتحة والحرف الذي يناسب الفتح هي ماذا؟ هي الألف أكمل ما يلي في المثال با كتبت الهمزة على ألف لأن حركة الهمزة ماذا؟ حركة الهمزة السكون وحركة ما قبلها كان الفتح والفتح أقوى من السكون فبالتالي تكتب على ألف ولاحظ أن حركة الهمزة بمثالين السابقين إما الفتح أو السكون مثل ما أسلفنا السابقة أن الهمزة المتوسطة تكتب على الألف إذا كانت الهمزة نفسها مفتوحة وما قبل حرف مفتوح أو ساكن أضعها الألف أو كانت الهمزة نفسها ساكنة لكن أتت بعد حرفين حرفين مفتوحة ولاحظ رسم الهمزة في الكلمات التي كتبت باللون الأحمر في المثال في المثال جيم أجدنا الهمزة المتوسطة المثال جيم كانت عندي الكلمة الكلمة هي يتألف يتألف طيب كتبت الهمزة على ألف حركة الذي قبلها هي السكون أفوان هي الفتح طيب يتألف حركة الهمزة نفس الهمزة حركة ماذا يتألف هي الفتح وإيضا ما قبلها الفتح فإذا الحرق الذي نصيبها الألف إذا نستنتج من تبرين ألف وباء وجيم أن الهمزة المتوسطة تكتب على ألف إذا كانت مفتوحة ما قبل الحرق مفتوحة وساكن أو إذا كانت ساكنة بعد حرف مفتوحة بالمثال جيم وهو كلمة يتألف كتبت الهمزة على ألف كتبت الهمزة على ألف لأن حركتها الفتح وحركة ما قبلها أيضا ماذا الفتح والفتح يناسبها الفتح يناسبها الألف طيب الهمزة المتوسطة إذا نستنتج من هذا الكلام هنا نحط الفتحة يناسبها الألف الهمزة المتوسطة ترسم على ألف في ثلاث موابع لهذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر